مناسبة بمنى انا بتكلم على منتخب مصر قبل ما ابدأ مع حضراتكم الحلقة وهتكلم على الترزيجيه سريعا ترزيجيه شفنا من فترة كلام كتير بيتقال على ان محمود حسن ترزيجيه بيوقع عليه اوليمبيك ليون الكلام ده طبعا اكيد كلنا تابعناه انه هو غير صحيح بالمرة وكنت عايز اتكلم في الموضوع ده من بدري لكن ما كانش فيه فرصة ان انا اتكلم عليه يعني بما ان احنا اتكلمنا على منتخب مصر وتكلمنا على محمد صلاح وتكلمنا على القيمة ترزيجيه يمكن كنت تتكلمت معاه من كذا يوم ويعني كنت بتناقش معاه في اموره المستقبلية فكل ما يقال حاليا على سوشال ميديا ليس له اساس من الصحة ترزيجيه فيه عروض كتيرة جدا موجودة قدامه يعني قال لي من انجلترا من اسبانيا من ايطاليا فيه دوريات كتيرة جدا بيحاولوا جاهدا ان هم يتعاقدوا مع ترزيجيه لكن ترزيجيه لم يحسم امره بعد كلام ده على مسؤوليتي الشخصية ان ترزيجيه مش هيحسم اي حاجة خاصة بين مستقبله غير بعد انتهاء بطولة الامم الافريقية علشان اكيد اي لاعب بيفكر مكان ترزيجيه خلاص عايز ينتقل ويخطو خطوة جديدة لازم يشوف ايه اللي قدامه عنده بطولة مهمة جدا ممكن ترفع اسهمه بشكل كبير في الاندية الاوروبية طبعا كلنا بنتكلم وبنقول ازاي لاعب بقيمة ترزيجيه مش قادر يروح دوري انجليزي او دوري اسباني او دوري ايطالي لا انا بقول لحضراتكم ان الكلام ده مطروحه بشدة وفي اقبال على اللاعب من كل الاندية من الدول اللي بقول لحضراتكم عليها سواء من انجلترا او من اسبانيا او من ايطاليا لكن التوقيت الصحة هو ده اللي احنا بس مستنيينه لمحمود حسن ترزيجيه علشان يختار وحضراتكم عارفين ان اللاعب كرة القدم دايما لما بيجي يختار لازم يختار قرار صح علشان ما يندمش عليه وبالتالي بطولة الامم الافريقية هي البطولة اللي هتحسم قرار محمود حسن ترزيجيه بالانتقال اي ان كان الى داخل الدوري التركي زي ما احنا عمالين نقرأ ونتابع على سوشيال ميديا جارات سراي فانوربختشا ان دي كتير في تركيا بتسعى الى التعاقد مع ترزيجيه